حكوميا ايضا وعقب خروجه من اجتماع لجنة الشؤون التعليمية البرلمانية قال وزير التربية وزير التعليم العالي محمد الفارس ان التربية اثبتت بالادلة اتباعها اجراءات حدد من ظاهرة تسريب اختبارات الثانوية العامة موضحا انها مقبلة على خطوات اجرائية للقضاء على هذه الظاهرة مستقبلا الاجراءات التي اتبعناها هذه السنة الحمد لله اكدت بان الاجراءات التشدد في اجراءاتنا مدئن من عملية طباعة الامتحانات ومن ثم توزيعها للمدارس خلال فترة محددة ووضع الضوابط والاجراءات في كيفية فتح الامتحانات وتوزيعها على الطلبة خلال فترة الامتحانات سواء بالفترة الاولى والفترة الثانية اثبتنا بالادلة بان هناك الحمد لله اجراءات حددت من هذه الظاهرة